نهاردة منتخب مصر هيخد مرانه نهاردة الحد يعني هيخد مرانه في العشرة صباحا هيكون المران مفتوح فهو ربع ساعة للسادة الاعلاميين وبعد المران منتخب مصر هيتوجه ليه السنغال بإذن الله استعلانه لمبارات العودة ياه ياه لو يوم التلات ده ييجي دلوقتي واحد مش هادر أنا مش ألان حقيق يعني مش ألان مش مش ألان اللي هو إيه عشان أقول الكلمة صح أنا متوتر جدا بس مش ألانه على منتخبنا حاسس 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 انه هيقدر هو كالوس جانيوش كمان حسسني انه لا المنتخب بتاع ده صعب اختراقه انت كل المباريات اللي في المراحل خروج المغلوب في كاس الهوم الأفريقية انت ما دخلتش فيه غير هدف واحد من المنتخب المغربي وكان من ضربة جزاء صعب سنغال بهذه القوة الجبارة في التشكيلة في كل الخطوط ما قدرتش في 120 دقيقة في كاس الهوم الأفريقية وفي 80 دقيقة في القاهرة يسجلوا فيك هدف هدف هو ده مش نجاح هو ده مش نجاح يقول لك يا ستو بس ما هو الحظ واقف معنا شوية ما هو الحظ واقف معهم برضو شوية في شوية فرص ضاعت أفكرك بالكرتين بتاع أمروان حمدي أفكرك بالكورة الأخيرة بتاعت أمر مرموش ما احنا برضو في فرص ضاعت مننا حتى لو أقل بس ما احنا كمان فرص ضاعت مننا وكان حظنا وحش فيها ما احنا ممكن نقول احنا كمان حظنا وحش ما هي القرة كده بتضايع فرص ولازم تسجل يعني هتضيع ولازم تسجل السنغال ضاعته مسجلتش مشكلتهم وإمكانياتنا أو شغلنا الفني فاحنا كسبانين نهاردة قالو سكروش استقبل علي جبر ورام ربيعة بترحاب كبير جدا قالوهم انتم جايين علشان مهمة كبيرة جدا وانكم مش كمالة عدد انتم لعيبة مهمة وممكن كمان تكون انتم القاسيين في المطش اللي جاي ولازم تركزوا وتجتهدوا وكل لعب يحط في دماغه انه هيكون أساسي قدام السنغال في دكار وانا ما استغربش أبدا لو واحد من الاثنين كان موجود فعلا في تشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في المباراة اللي جاي السؤال اللي هيبقى صعب هيبدأ بطول الوقت سؤال صعب مين سنائي الدفاع في المباراة القادمة لمصر قدام السنغال مفيش الونش مفيش محمد عبد المنام مين بقى السنائي يبدو كده ان ياسر إبراهيم هيكون ليه مركز منهم اعتقد بعد التغلق كمان في الفترة اللي عبها في المباراة بعد خروج محمد عمنا من بارح مين بقى التاني هو ده اللي هيبضل السؤال وإن كان ياسر مع كالوس كيروش مفيش حد ما كانه مضمون أبدا ممكن تشوف المباراة اللي جاي عمر كمان عبد الواحد مش عمر جابر رغم إن عمر عمل مباراة كبيرة مبارح ممكن تشوف عمر مرموش مش محمد ريز جاي وارد كل حاجة واردة مع كالوس كيروش هو الراجل بيرسم رسم بيرسم رسم وبعد كده يسكن عليها مش بيسكن وبعد كده يرسم فاهم الكلمة؟ مش بيجيب لعيبة يقول اللعيبة دي كويسة فنحطها ونعمل عليها خطة لعب لا هو بيعمل خطة لعب وتاكتك معين ويبدأ يسكن بقى على التاكتك ده وخطة اللعب دي أسماء اللي موجودة أو المتاحة اللي تقدر تعمل الواجبات أو الأدوار اللي تنفذ التاكتك ده اشتركوا في القناة